السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اليوم جبنا لكم تشارك العريان لبعض المتتبعات اللي هي نبلغ الان سلامي من هذا المنبر طلبت مني تشارك العريان بالمقادير المضبوطة كما تعلمناها سهلة وبسيطة ثم ثم نوجدوه شوفوا الشكل تعوه جميل نرشينا بشوية فقط سكر غلاسي بش يعطي له هذه الجمالية من الفوق ونقدموه بهذا الشكل اذا احنا نقسم لكم حبا حتشوفوه من الداخل قوتي يجي يذوب يجي ما شاء الله والكمية كتو علبة المارغارين خدمتنا كمية لبس بها يعني ما شاء الله شوف اذا هالك احنا حتى القلبو الكوكاو امويبان من الفوق من الداخل عفوا يجي من ارواح ما يكون نقول اول مرة يزول القناة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس لسكن كل جديد اذا عندنا هنا سكر غلاسي كلا مشي معمراء تذكيلة معمرين بومبي فارينا كيس خميرة الحلويات حبة البيض علبة مارغارين ملعقة لفاني وماء الزهر نلموا به العجين اذا احتجنا له اول حاجة نحط السكر سكر غلاسي كلا نقصة شوية اقصبع نملؤ الفارينا قلت ثلث كيلات مملؤين بومبي هيروسي فارينا العشرة فارينا تاعملوا ام وليد تحقيقا هيروسي نملؤ ثلث الثالث وا نعود كيس خميرة الحلويات كيس خميرة الحلويات ملعقة صغيرة مملوئة نخلطهم جيدا ونزيد لهم لورشة الملحمين السواج نخلطهم ونزيدوا علبة مانغارين هنا المانغارين دائما تستعمل مانغارين في العليار نحاول ان ندمج جيدا المانغارين حتى تدخل في العجين كله لما نرى المانغارين دخلت في العجين كله سوف نضيفه إذا حبت البيض المانغارين يجب أن تكون بحرارة الغرفة باش تمشيلكم في الفارينا إذا كان الان لي يذوب المارغارين واقف الرخة في الفارينا انا نفضل دايما نفضل هذي طارقتي لتشارك العريان ويجي روع هذيك الزبدة متوليش ان هي يبسة تبقى طارة واتحة هذيك كما تشوفوها نحاول دايما ندخل الفارينا جيدا وبعد ذلك نضيف حبة البيض ونزيد نشوف إذا لتمت العجين ممكن نكتفي بها إذا لتمت العجين نزيد ماء الزهر نازحنا احتجت إلى ماء الزهر إذا هنا بعد ما دمشت المانغارين قلت حبة البيض دايما قلت لكم فرغوا حبة البيض وحدها باش تأكدوا من صلاحيتها اذا وبعد ذلك هذيك راح نزيد نضيف الماء الزهر حتى تنجمعنا العجينة والجينة كما عجينة الزهر الصابلي عادي انا نلقاو نخلطو كما كنتشاهدو اذا حتى تلتمنا وانان تحصلو على قلت عجينة تكون متماسكة وطرية اذا خلوها ترتاح خمس سقايق اذا بعد ما شوفوا بعد ما جمعنا العجين خلوها ترتاح خمس سقايق ونرجعو نفتحوها بالحلة شوفوا هنا اذا نفتحها نفتحها بان ناخذ جزء من العجين الباقي انا نديروه في كيس بلاستيكي وخدموه بالعجينة تكون عندكم اذا هنا تقدروا تستعملوا كيس بلاستيكي يساعدكم في فتح العجين طاولة العامل بالفارينة ونفتح العجينة تكون سمكها رقيق ما يكونش اخشينا انتو ما قلت انا للمبتدئات يديرو في كيس بلاستيكي الخبز اذا يفتحوا العجينة اذا العملية بعد ما نفتحوا العجينة نجيبوه الطابع ليجي مثلث مشيل كبير انا نديروه صغير باش يجيوكم حبات يجيوه متحوفين ويجيوه شابين بهذا الشكل نقطحهم لما عندوش هذا الطابع يقدر يستعمل انا نجري ورات ويقطحها على شكل مثلثات كيما كنت شاهدوه وبعد ذلك اذا نجيبو الحشو اذا نكمل كامل نقطع شوفوا هنا الحبات كيف يكونوا قلت يكونوا رقاق انا نحب تشارك العريان يكونوا حباته صغار يكونوا متحوفين يجوا في الصحن كنا قدموه اذا بعد ما قطحتهم رح نجيب الحشو اللي نعرفوه تذكيلة كوكو كيلة ماشي مع مرة سكر مغف صغيرة مارغارين ما زهر باش نجمعو العجين وحنا اللي حبي يدير القرفة ولا يدير لافاني انا حبيت نديرها كيمة عزمان بالقرفة ولا يحبي يديرها بلافاني هو يستعمل لافاني ثم انا احرار في الكوكو وش حبيته حندي الافاقس كما كنت شاهدو نلوي شوف تلووها هكذا وتحطوها انا انا احنا حتى نكمل الكمية بهذه الطريقة ونرجع لكم للتزيين النهائي ونحطوه في سحن تقديم اذا نحطو الحشو حسب يعني حسب الكمية اللي عندكم اذا كان عندكم شوية قلو الحشو اذا عندكم كان بزاف هنديرو عادي الحشو هندير هنحط في الجانب بهذا الشكل وبعد نبدأ نلوي لها ونشدها من الجوانب من الجوانب واللوي بهذا الشكل اذا بعد ما نكملها هنجبت هنا حبة البيض زيت له شوية ماء وضربتها وهنا عندي كوكاو ايفيلي ولاني عنده اللوز ايفيلي دير اللوز ايفيلي اذا شوفوا هنبدأ نسكملها هن الاحباء هاذا كان اللي بقى المثلث الاخير هو يجي من تحتها والاخر من الفوق شوفوا اذا كوكاو هنا ايفيلي وقلتوا او لوز ايفيلي اذا ندورها على شكل هليلة هنالشكل المهم ان كيت تتحفولي ان الشكل هذك هو اللي يبقى النا محافظة عليه شوفوا هنالنحاول انه نغلق جيدا الجوانب خلوه مش ان يعني مدبابي مزاف نديرهم في البيض نرمدهم في الكوكاو ايفيلي او لوز ايفيلي ونعطيهم لا فورم التاعو الصحيحة باش يبقى النا كيطيف في الفور يبقى بنفس لا فورم ونحطهم في فورم مية وثمانين درجة يطيبونا من الاسفل يحمارونا من الفوق اذا نقدموهم على طاولة التقديم شوفوا اذا قلت اذا نحاولوا نتحفوهم مع الول نرمدهم في البيض وايذن الكوكاو ايفيلي نحاولوا انه نملؤوا المناطق اللي متعمرت الناش شوفوا نعطوهم لا فورم بتاعو صحيحة باش يجيكم بعد ان ينتفق يجي شكل جميل اذا هنا نحطوا وقلت في فورن مية وثمانين درجة يطيبونا هاو الشكل الان بعد ما طيبونا شوفوا الشكل الان ايش باب اهلية 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 اعفون او تشارك العريان يعني ما شاء الله رشوا فقط بشوية سكر قلاسي بش يعطينا الجمالية هذيك وقلت يجي من ارواع ما يكون في الاخير نتمنى تكون الوصفة عجبتكم وصفة بسيطة ان ثمثم نخدموها بمقادير مضبوطة انه حلوة تعزمان اكون تعرفوها اجي قلت من ارواع ما يكون نتمنى انكم تعجبتكم الوصفة دمتم بألف خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صح فطوركم وانقلكم ما تنسونيش بدعائكم وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم دمتم بألف خير ودمتم امنين الى فيديو اخر من انواع اخرى من الحلويات في امان الله